اقليم كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس منطقة نزاعا فقط بل ينتج فيه أحد أشهر أنواع الجبن في البلاد فهذه المنطقة الجميلة الواقعة في جنوب اقليم شمال كيفو تشهد نزاعا للسيطرة على الأراضي فيها تكمن الخطوة الأولى بوضع الحليب في طبق ثانيا نزيد بعض الإضافات الكيميائية الخطوة الثالثة هي التقطيع ومن ثم يأتي الخلط بعدها نأخذ أقرات صغيرة من الحليب ونضعها في قوالب وتنتشر مصانع الجبن وهي عبارة عن أكواخ خشبية متواضعة على طول الطريق الترابي في كيلوليروي على ارتفاع ألفين متر عن سطح البحر وهنا إلى جانب المنحدرات العالية المزروعة بعناية بين أحراج الكينة تنتشر المراعي التي ترعى فيها أبقار محلية وأجنبية إذا كنت ترغب في بيع الحليب فقط فلن تكسب شيئا تقريبا الحليب لا يكلف شيئا هنا لذا نفضل إنتاج الجبن التي يمكن أن نبيعها لكي نعتاش منها ويباع جبن كيفو أو ماسيسي بثلاثة دولارات للقطعة من قبل المنتجين أما في جوما فيباع بأربعة إلى خمسة دولارات وثلاث وأربع مرات أكثر في كينشاسا في الجانب الآخر من البلاد مما يجعل منها منتجا فاخرا وتفيد سلطات ماسيسي بأن 120 طن من الجبن انتجا في العام 2012 أي رقم أعمال يصل إلى حوالى 360 ألف دولار للمنتجين والميل إلى ارتفاع